صباح الخير طبعاً كلكم مذاكرين عشان عندكم امتحان النهاردة يلاً أنا هوزع الورق واللي هيجيب درجة كويسة هياخد جايزة كبيرة قوي ورقتك يا علي ورقتك يا هند ورقتك يا حسام ورقتك يا يارا كل واحد بقى يبص في ورقته نحلل أسئلة بهدوء الامتحان ساهل مش محتاج أي مجهود أنا هقرأ في الكتاب ده ونص ساعة وتخلصوا الإجابات فاهمين؟ هند يا هند أيوة يا علي ودي صوتك شوية الميس هتسمعنا عايز إجابة السؤال الأول استنى بس أنا معايا التليفون هاخد منه الإجابات وبقولك يا علي علي استنى يا حسام بس أنا أخد الإجابات من هند إيه ده هند وعلي وحسام بيجرشوا من بعض معهم تليفون إيه خبر أنا هقولي الميس ما بيجرشوا من بعض وعايزين يجيبوا درجات أحسن مني ما كانوا يذاكروا أحسن أنا لازم أقولي الميس ميس يا ميس عايز أقولك حاجة علي وحسام وهند بيجرشوا وهند معها موبايل إيه معقولة طيب ارجعي مكانك إنتوا إزاي بتغشوا كده إحنا مغشناش يا ميس إحنا مش بنغش يا ميس يرى شافتكم وإنتوا بتتكلموا مع بعض وبتغشوا من بعض كلكم هتأخدوا صفر خلاص في الامتحان يا ميس تبدينا فرصة لأ خلاص يا ميس أرجوكي خلاص أخدتوا صفر في الامتحان انتها يعني إحنا ناخد صفر في الامتحان بسببك ماشي إحنا لازم نعلمها الأدب أيوة فعلا إزاي تقولي لمس علينا إحنا كده أخدنا صفر دي مصيبة أنا عندي خطة كويسة عشان نعلمها الأدب ونربيها إحنا هنحبسها في الحمام ونسيبها لتاني يوم اللي هيسألنا عليها هنقول خرجت من المدرسة ومشوفنا هاش طب إزاي بقى هنعمل الخطة دي أنا هتصرف الحمد لله جبت درجة حلوة أبي في الامتحان عشان أنا كنت بذاكر أما أرجع البيت بقى أفرح ماما الحقوني الحقوني حد يفتح للباب أرجوكم حد يفتح للباب أنا تحبست في الحمام حد يفتح للباب يا خبر مين اللي تقفل عليه بقى بالحمام ده أرجوكم حد يفتح لي أنا محبوسة فوق أرجوكم مفيش حد ليه أرجوكم حد يفتح لي افتحوا لي افتحوا لي ايه ده مفيش حد هنا مين اللي عمل كده وبيت في النور الرعب ده أنا لازم عمشي حالا ايه ده الباب مش بيفتح حد يفتح لي حد يفتح لي افتحوا لي افتحوا لي الباب افتحوا لي عشان تبقى تعملي معنا كده تاني حد يفتح لي أرجوكم اه 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 افتحوا لي اه 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 حد يفتح لي اه 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 تمت الخطة بنجاح يلا نمشي بسرعة من هنا قبل محد يشوفنا أرجوكم حد يفتح لي أنا مش معي عن موبايل أكلم ماما ماما معقولة يا يارا يا بنتي تتأخري كل ده في المدرسة غريبة قوي ما اتصل بهند أسألها عليها قالوه ايوه يا هند ازايك أنا مامتي يارا يا حبيبتي يارا اتأخرت قوي انتو خرجتوا من المدرسة بدري ايوه يا تانت كلنا خرجنا من المدرسة ويارا خرجت بتصل بيها يا بنتي على الموبايل مش بترد علي خالص معقولة يا تانت اه لا هي خرجت بصراحة كلنا خرجنا طيب خلاص يا بنتي مع السلامة يا تارا روحت فين يا يارا هروح اسأل عليها عند كل اللي نعرفهم يا خبر يا تارا يا بنتي روحت فين في الجو الفضيع ده عزاء المشاهدين في كل مكان نظرا لسوء الاحوال الجوية غدا اجازة من العمل والتزموا الجلوس بالمنازل ولا احد يخرج يا خبر ايه اللي انا سمعته في الاخبار ده بكرة اجازة يعني مش هينفع نروح المدرسة الصبح يا دي المصيبة ايه ده ايه اللي بيحصل ده اجازة من المدرسة وبعدين هنعمل ايه مع يا عره لا مستحيل لازم يكون في حل ملو ايوه يا علي احنا لازم نتصرف حالة لازم نروح عند المدرسة ونخرج ياره ايه نخرج ياره دلوقتي انتي بتهزري مجنونة صح احنا لو روحنا عند المدرسة دلوقتي في الجو ده اكيد كلهم هشوكوا في حاجة احنا نستنى البكرة ونروح ايه بكرة لا طبعا مستحيل طب تاني متأخر شوية انا هكلم حسيم جعينا عطشانة انا تعبانة بردانة اهيوه يا حسيم الدنيا بطلت شتة خلاص يلا بنا نروح عند المدرسة بسرعة ايه هنروح عند المدرسة دلوقتي زي الدنيا ظلمة والجوة بصراحة مرعب قوي برة ماينفعش لازم نروح يعني لازم نروح يلا بسرعة ندخل نفتح لها انا بصراحة خايف ومش عايز ادخل لأ طبعا لازم كلنا هندخل نفتح لها انتو بتغذروا ولا ايه يلا بسرعة بلا محد يشوفنا ايه ده مين اللي طفى النور انا بصراحة همشي انا مش جاي معاكم اه اتروحوا انتو علي جابان يا علي تعال معايا يا حسيم نطلع نشوفها فوق بسرعة نفتح لها الباب اه لا اطلع انت وانا هستناك هنا عشان لو في حد شافنا هقولك انت شكلك خايف انت كمان طيب انا هطلع وفتح لها الباب بسرعة واشوفها ايه ده مين اللي نعور النور خبر مفيش حد هنا ايه يا راحت فين يارا يارا جايز يكون حد فتح لها الحمام وخرجت ايه الصوت ده في حد هنا لا لا ايه الصوت ده هند هند ايه ده هند ارجوكي ارجوكي انا حزين جدا ده لغز غريب قوي ازاي حصل كده بس الحل ان المدرسة دي لازم تتقفل لحد ما نشوف اللي حصل ده حصل ازاي اعزائي المشاهدين في كل مكان من امام المدرسة المغلقة بسبب الاحداث طبعا كلنا عارفينها احنا دلوقتي هندخل نصور المكان ونكتشف الحقيقة يلا يا استاذ هناء نكتشف عشان الناس تعرف كلها الحقيقة انا بصراحة خايفة من المكان المكان شكله مرعب قوي هتخافي ولا ايه يا استاذ هناء الموضوع مفوش اي حاج ولا فيه سر اكيد فيه حد خافي بيعمل الحاجات دي طيب حضرتك اطلع استكشف انت وانا هقف استنى هنا طيب يا استاذ هناء انا هبحث بس حضرتك ممكن تكتفي ان انت اللي تغدي الكاميرا طيب فاصل ايها المشاهدين وانا عود ايه ده طب ايه اللي نور النور عادي ممكن تكون اللامبة كانت معلقة شوية واشتغلت يلا بس تعالي معايا اه يا استاذ هناء انت شايفها بنفسك مفيش اي حاجة احنا هندور في المدرسة كلها اكيد فيه سر خافي ايه الرعب دا يا استاذ عادل انا بصراحة همشي بعد اذنك انا مش هستنى هنا الكاميرا الكاميرا يا استاذ هناء لا علي علي ايه ده اه 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 هنعمل ايه في البحث المطلوب مننا بتاع المدرسة المهجورة بصراحة الدكتور طالب مننا حاجة صعبة قوي ده بحث صعب جدا هنعمل ايه في المدرسة المهجورة ماهوحنا طبعا عشان هنبقى صحفيين لازم نكون بنعرف نبحث وندور وعايز اقول لكم ان البحث ده هو اللي هناخد عليه الدرجات بتاعتنا ومال احنا ازاي هنشتغل في فريق التحقيقات ايوة عندك حق برضو يا صار هنبتدي العمل من دلوقتي وكل واحد فينا هيجمع معلومات عن المدرسة المهجورة دي تمام؟ يلا بقى ما قدامناش وقت قدامنا يومين بس على تقديم البحث هي دي المدرسة يا ستي المهجورة اللي بيتكلموا عنها ايه شكلها مرعب قوي عشان طبعا كلها ضلمة ومن كتر الحاجات اللي احنا سمعناها عنها فاحنا مش هنقدر ندخل طبعا احنا هنبحث وندور في الموضوع من بر هي صارت اخرت كده ليه احنا مش متفقين هنجي دلوقتي انا جيت اهو انا عرفت ان المدرسة دي اي حد بيدخلها ما بيخرجش تاني معقولة؟ ليه كده؟ هو ده اللي انا سمعته وده اللي انا عرفته بصراحة اكدت منه ناس كتير دخلت ومخرجتش واي حد بيعد من جنبها بيسمع اصوات غريبة قوي تاب بقولكوا ايه ما تيجوا نمشي من هنا احسن بدل ما يحصل لنا حاجة انتو يا ساد زي اللي وقفين انتو بتعملوا ايه هنا محدش بيعد من جنب المدرسة دي خالص احنا بصراحة مطلوب مننا بحث في الجامعة عن المكان المهجور ده وإيه اللي كان بيحصل فيه وش معنى عن المكان ده؟ عشان الشرطة بحثت كتير ونملاقتش حاجة البحث ده مطلوب مننا عشان نقدر نشتغل في مكان كويس احنا صحفيين اه فهمت طيب انا كنت عايزة اقولكم ان المكان ده خطر ومحدش بيعد منه ابدا ومتحاولوش تدخلوا المدرسة دي احنا لازم نعمل البحث ونقدمه طب انا بصراحة عندي معلومة كان فيه راجل دايما بيعد من هنا وهو اللي عارف قصة المدرسة دي يعني احنا لو روحنا هناك وقابلنا الراجل ده هنعرف معلومات عن المدرسة دي ايوة طيب ممكن تودينا عنده بسرعة تعال ورايا هو ده البيت بتاعه انا وصلتكم لحد هنا انتو بقى خبطوا عليه وقابلوه اسمه الاستاذ علي يلا سلام عليكم يلا بينا نخبط على الاستاذ علي عشان نعرف منه معلومات المهمة ربنا يسطر بقى وما يتردناش انتو مين احنا طلب صحفيين كنا جايين نتكلم مع حضرتك في موضوع المدرسة المهجورة احنا رفنا ان حضرتك عندك معلومات مهمة جدا عن المدرسة دي وانتو عايزين ايه مني برضو بصراحة احنا عندنا بحث في الجامعة مهمة جدا عن المدرسة المهجورة دي ولازم نقدمه اه وانتو عرفتوا مكان منين احنا بصراحة عرفنا مكانك من واحد كان في المنطقة اهناك هو اللي قالنا ان عندك المعلومات المهمة اللي هتفيدنا في الموضوع ده حكاية حصلت من سنين وانتهت خلاص أرجوك لو سمحت يا أستاذ علي ساعدنا إحنا عرفنا إن حضرتك بتحكي الحكاية دايما ومحدش مصدقك فأنت خلاص بطلت تحكيه بس إحنا هنصدقك لو حكيته طيب اتفضله أنا كنت طالب في المدرسة دي للأسف وبعدين أنا وهند زملتي وحسام كان عندنا متحان في اليوم ده وكنا بنغش ويارى كانت بنت مكتهدة قوي وممتازة بصراحة بس هي لما شافتنا بنغش قالت للمدرسة والمدرسة ديتنا صفر في الامتحان فكررنا إن إحنا ننتقم منها وبعدين حبسناها في الحمام وبعد كده وقلنا هنسيبها لحد الصبح مش هيحصل حاجة يعني عشان ما تعملش كده تاني بس طبعا إحنا كنا غلطانين ولما حبسناها حصلت سيول وأخذنا أجازة وبعد كده رحنا المدرسة عشان نخلصها لما لقينا إن الدنيا هتبقى سقع وسيول قلنا إحنا مش عايزينها تموت إحنا كنا بنعلمها بس للأسف رحنا لإناها خلاص وبعد كده أنا خفت وهربت من شكل المدرسة لأن كنت بس معا فيها أصوات وهند ماتت وحسام مات وطبعا هي تحولت لشيء غريب وانتقمت منهم بس أنا عشان هربت خلاص ما هو أنا لازم أروح المدرسة وأكون هناك عشان تقدر تنتقم مني بس أنا ما بقتش أروح بتظهر لي كل يوم في الأحلام وبتجي لي بس مش بتقدر تعمل فيها حاجة يا خبر الكصة الغريبة دي أنا زيلت جدا عليها أنتوا بجدت زي كده أنتوا زي قلبكم آسي كده تعملوا في واحدة زملتكم كده عشان هي مكتهدة أنتوا فعلا تستهلوا اللي جرلكم بس أنا ما كنتش أتوقع الكصة بالطريقة دي خالص هو دا اللي حصل ومن اليوم ده وأنا بطلب منها دايما تسمحني هي مش بتأزيني بس دايما بتظهر موجودة معايا وحواليا وللأسف هي دي كل الحكاية يا خزار يا أستاذ علي أنا كان نفس الموضوع يبقى حاجة تانية غير كده بس أنا فعلا زيلت جدا إحنا هنكتب كل الكلام ده في البحث بعد إذنك الحمد لله إن إحنا خلصنا الموضوع هنكتب بحث حلو قوي بس بجد الموضوع زعلني جدا عشان ينتموا من صاحبتهم يعملوا فيها كده قلبهم آسي قوي سمحين يا يارا أنا مسامحك ومش هتشوفني تاني خلاص ترجمة نانسي قنقر